بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آتاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولاهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل قامت وزارة الصحة بتشكيل فرق للاستقصاء الوبائي في كافة أنحاء المملكة عن آلية عملهم وما هو الأدوار المناطبهم يحدثنا الدكتور أمجد الطريفي تكمن أهمية استقصاء الوبائي بالكشف عن البؤر التي قد تكون حاملة للفيروس دون وجود أعراض المرضى الذين يتم إجراء الفحص لديهم عن طريق الاستقصاء الوبائي هم الذين لديهم أعراض تشابف أعراض الكورونا أو المخالطين للمرضى المصابين أو أحيانا يتم إجراء الاستقصاء الوبائي بطريقة عشوائية للكشف بطريقة عشوائية عن الأمور غير المرئية وغير المعروفة يتم إخراج فريق من قبل وزارة الصحة يضم طبيب أنفذ المحنجرة ويضم طبيب أيضا وبائيات لأخذ السيرة المرضية وطبيب الأنفذ المحنجرة يأخذ المسحة الأنفية من المرضى الكوادر تكون محمية بالكامل لديها اللباس الواقي كاملا عندما تذهب إلى البيوت أو إلى المواقع ميدانيا لأخذ المسحة الأنفية ولأخذ السيرة المرضية وعندما يتم أخذ المعلومات ترتب هذه المعلومات ترسل المسحة إلى المختبر المركزي بانتظار النتيجة وترتب معلومات لاستقصاء الوبائي مع المعلومات الكلية التي ترفض الوزارة لمعرفة إذا كان هناك بؤرة في منطقة معينة أم لا في المستشفى يتم إعطاء المرضى بعض الأدوية مثل الملتي فيتامينز والزينك وبعض الأدوية الأخرى لقد أقرت لجنة الأوبئة ومؤسسة الرغداء والدواء استخدام الهيدروكسي كلوروكوين كعلاج للمرضى ويتم إعطاؤهم هذا الدواء بعض المرضى يرفض استقبال أو استخدام هذا الدواء الآن يتم متابعة كل المسجدات والتطورات في العالم لأي دواء ممكن أن ينجح كوني أستاذ في كلية الطب في الجامعة الهاشمية وكوني أدرس طلاب كلية الطب في السنة الخامسة بالتدريب السريري في تخصص الأنف والأذن والحنجرة في هذه المرحلة حفاظا على طلابنا وحفاظا على المرضى لا يتم التدريب العملي حاليا لأن وباء الكورونا أهم بكثير من وجودهم في المستشفى هناك جانبان في التدريس هناك الجانب النظري أو المحاضرات وهناك التدريب العملي للطلاب مع المرضى وأخذ السر المرضى وفحص المرضى ولكن التدريب النظري يتم إعطاء الطلاب عن بعد عن طريق برامج إلكترونية هذه المحاضرات لكن هذا لا يغني عن التدريب العملي نسأل الله أن يفك الضائقة وهذا الوباء عن البلد وعن العالم وترجع الحياة إلى وضعها الطبيعي ونستطيع معاودة الحياة والتدريب العملي لطلابنا بشكل مفيد لهم في المستقبل وهذا يفيدنا ويفيد مرضانا ويفيد الناس أجمعين